أشهد السيد فيصل الفائز رئيس مجلس العيان الأردني والسيد عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والتي تشهد مزيدا من التطور بفضل الرعاية والاهتمام التي يوليها جلالة الملك المفدى ومالك المملكة الأردنية الهاشمية جاء ذلك خلال لقائهما بسعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي حيث أكد الفائز والدغمي على الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى في نصرة القضايا العربية فضلا عن دوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في العالم العربي لما له من سامات عديدة في تعزيز التعاون والتنسيق ودعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات بما يحفظ مقدرات الدول العربية والحفاظ على أمنها واستقرارها وتعزيز التنمية المستدامة من جانبه أكد العسومي على عمق العلاقات التاريخية بين المملكتين الشقيقتين مشيدا بالجهود التي يقوم بها العاهل الأردني ودوره الكبير في دعم العمل العربي المشترك